صباح الخير او مساء الخير يا برج الجادي. طب يا برج الجادي خلينا شوف قراءتك العاطفية. انت في طاقة الجاجمنت والفايف اوف كابس وفور اوف سوردس. ممكن يكون في علاقة انتهت الفترة اللي فاتت دي. وما دالت هزي العلاقة مؤثر عليك او كانت من تهية وبعد كده تم الرجوع مسلا رجعت البعض تاني. خليها نشوف برضو كله هايبان من هنا. وممكن تكون في صحوة جواك بدأت ان انت تشعر بيها في هزي العلاقة يعني. وممكن يكون رجوع برضو. لان اعتقد انتم مفرقين بعض بقى الكوموت ده. وبعد كده تم الرجوع مرة تاني. فخلينا نشوف طيب هنا شعر الشريك ايه? ده زعلان منك قوي. ده ده انفصال بقى انتم منفصلين عن بعض. وانفصل حقيقي. انتم ممكن تكونوا كنتوا زعلانين من بعض. وانفصلتوا انفصل حقيقي. يعني خلاص مثلا انت عملت بلوك وهو عمل لك بلوك او انفصل في محكمة. وهو اخذ الاولاد مثلا او حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف كده. فقطة غريبة شوية. عايزة الشخص ما شعره اتجاهك. زي ممت هنا. الشخص ده بيفكر فيك قوي. وانا خلي دوره على جنب كده بس. عشان انا بقى يقوم معايا. بيفكر فيك قوي قوي قوي. وانت شاجل جزء كبير قوي من تفكير هزا الشخص. ممكن تكونوا بالفعل انت رجعتوا لبعض. بس هزا الشخص مش عارف. شخص ده على فكرة عريب شوية. اذا هرمت هنا معناها انه ممكن يكون بيفكر في مشاعره من مش من ناحل عاطفية. ده بيفكر هل انت بالفعل مسلا بتحبه ولا لا. هو على فكرة مش متأكد اذا كنت انت عايزه اصلا ولا لا. وممكن كمان بيفكر بشكل مش عاطفي خالص. هو راكل مشاعره اصلا وداخل جوازاته قوي. داخل جوازاته قوي. وعم ما لي فكر هل يستنى ولا يبوصل قدام. يعني يديك ظهره بقى ولا يبوصل قدام ولا يكمل معاك ولا. يديك فرصة تانية مسلا. ممكن تكون انت بالفعل رجعتوا تتكلموا بعد زعل مسلا. وانت عرضت عليه مسلا ان احنا طب تعالى مسلا ندخل العلاقة وندي فرصة تانية لها زيلة لا. فهو ان كنت بالفعل رجعتوا لبعض. فما زال هذا الشخص بيفكر تفكير. الشخص بيفكر تفكير سلبي على فكرة مش ايجابي. بيفكر تفكير سلبي فيك. يعني مش سلبي لهو بجتمل في ماله لا. هو الحقيقة في دماغه بيتخانق معاك. شوف بقى المفاجئة. هو في دماغه داخل دماغه وبيتخانق معاك. بص عيقه في جوه دماغه فيه فيه خناءة. مش بقى لك الشخص دي مش سوي نفسيا مش مريض نفسي. لكن في الحالة دي هو مش سوي نفسيا. بيفكر تفكير سلبي قوي قوي. وشعر بان العلاقة دي مش هتكمل. مثلا يعني رجعتوا بالفعل. رجعتوا كل حاجة تمام وتأسفتوا لبعض وكل حاجة لكن هو داخليا هو مش عارف يحط رجله فين. انا بحبه ولا بكرهه. عايزه او انا مش عايزه. عنده 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 كلام كتير هذا الشخص ده. الشخص ده ده كله عصيان عصيانا فيش كبات خالص. خالص حتى حتى هو ده هرمت هنا برضو. بس مسك عصايا برضو. آآ ده ممكن تكون تعمل مع حد برج ناري مثلا او جوزاء ترابي. آآ حمل. برضو جوزاء او ده له. آآ آآ بس. هو داخليا مش عارف يثبت على مشاعر محددة لك. من الاخر كده. ولا هو اصلا مش متأكد منك. الشخص ده لو كان برج العزراء. آآ فخلي بالك ان برج عزراء شكاك شوية. يعني بيشك فيه الكلام اللي معاه. يعني انت مسلا كبرج جادي لو قلت بحبك يبقى بحبك. وحشتين يبقى حشتين. عايزة ارجع يبقى عايزة ارجع. انما هو ممكن يكون هيرجع عليك مرة تانية هيدخل في العلاقة تاني. آآ ولكن داخليا هو بيبحث عن اجوبه. وعنده اسئلة. ده هرمت ده شخص ده كاهن آآ بيدخل في الكهف بتاعه ينعازل عن الناس عشان يجاوب على اسئلة جوه دماغه هو. جوه عقله هو. فهو عنده اسئلة كتير قوي. هو مش عارف يقولها لك. يا مسلا عايزة يقولك احنا احنا هنكمل نروح فيه مسلا. طب بعد كده ايه اللي هي حصل في العلاقة? طب الخطوة الجاية ايه? بيحب آآ يفكر الاقول وبعد كده يشغل قلبه. انه هو مش يشغل قلبه قبل عقله ابدا. هو ما زال عقله عنده اسئلة ملهاش اجابة. فلو الشخص ده بيتعامل معاك آآ بمعاملة جافة شوية. آآ يبقى هو بلسه ما لقاش الاجوبة اللي هو في دماغه. آآ بس انا مش عارفة هو مش عارو ايه بالزبط ليك? هو بيفكر فيك. بس بيفكر فيك مش تفكير آآ حب. مش اشتياء. لا التفكير اللي هو العلاقة دي روحه فيه. طب وبعد ما نارجل. طب لو رجعنا هتحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده ولا? طب لما حب امشي من العلاقة همشي هروح فيه. دي 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 مشاعره دلوقتي. ممكن كمان كمان مش معناه ان هم شغل مشاعره اصلا. معناه ان هم شغل عقله بس. بيفكر بس هيروح فيه بعد كده. اظهر ان انت حقاعده في الشقة ولا ايه هو خايف يطرد منها. طيب. آآ هو شايفك ازاي هو شايفك ان انت شخص مستقر جدا. اعتقد يا برج الجدي. الشخص ده على فكرة انا مش عارفة يا جاتلي كده مرة واحدة لما متكلوت كده بس ببصلها كده. شخص ده ممكن يكون اقل منك ماديا. لو بنت مثلا لو انت راجل. آآ البنت دي اقل منك ماديا وانت او عجبت بيها. آآ ودخلت مع بعض علاقة وبعدين هي مسلا مشت منازل علاقة. لانها حسب ان هي مش هتقدر تكامل معاك. مثلا انت شخص غني. اوي. او عندك عيلة كبيرة مثلا. وهي مسلا علاقة متوسطة. او عيلة ما فيهاش ناس عزماء مسلا وحاجة او مش عزماء ما. بلاش نقول الجملة دي. خلينا نقول مسلا ان هي آآ بتفكر تفكير تحت رجليها كده ما بيقوله. يعني ما بتبصش لقدام. هي بتبص طب انا دلوقتي لو اهلو مسلا ما كم يوفقوش علي. اصلا مش مثلا مش بنت ناس قوي مش عارفة ايه ممكن. آآ او انت معجبة بواحد. آآ تفكيره مد شوي. ممكن يكون مش معه فلوس. وانت مستقرة ماديا جدا. انت شخصية معاك فلوس ومستقرة وبنت رجل مسلا بيملك شركات او رجل اعمال او انت متعلمة وهو لا. حاجة كده لان لان دول مع بعض يحيل بكده. لانه بيفكر جمد قوي. شخص بيفكر جمد قوي بيفكر في العلاقة ككل. وهو شايفك ازاي شايفك الكينج اوف بانتلز. شايفك شخص آآ متمكن وجاد وآآ مستقل آآ ماديا وعاطفيا وكل حاجة. كل حاجة. طب هو زعلان منك? زعلان منك ليه? هو ممكن يكون زعلان منك لانك آآ بتحكم عليه بسرعة. او بتقطع. بتقطع مرة واحدة هزي العلاقة. آآ انت مش فهمه على فكرة يا برج الجاتي. مش فهم هزا الشخص خالص. وانا هحاول ان انا اوصل آآ شخص ده بيفكر ازاي. او مبدئين شخص ده. لو هو بيخرج من العلاق مرة واحدة. وما بيرداش يرجع يكلمك مرة تاني مسلا او انت بسلا بتروح تصالحه وتقول انت بتعمل كده ليه? انت بتقطع معي ليه? او ممتركش حاجة. يا مسلا تكونوا خارجين في مكان مسلا. ودعين مع صوتين جدا. وتروح مكلمه ميردش يقف التليفونه. او مسلا تلقي تغير معك مرة واحدة. تروح تسأل. فانت طبعا بيجي لك طبعا اي شخص عموما. مش انت بس اي حد هيلقي التصرفات دي. تروح قطع. قطع معي بقى خلاص انت انت شخص كذاب. انت ما بتحبنيش. انت بتستغليني مسلا عشان انا معي فلوس او عشان كذا. او انت بضيتي تدخلي في هذه العلاقة عشان انا مسلا شكل حلو او حاجة ده. لكن هذا الشخص على فكرة. خلي بالك شخص ده. عنده يأس. الشخص ده عنده يأس. عنده يأس منك. مش منك انت. لازم افهم من شخص ده ماذا هو. لازم افهم. حاسيت ان انا في فيلم هندي دلوقتي. الشخص ده بيعمل معك كده ليه? لو بيعمل تصرفات غريبة على فكرة الشخص ده بيحبك قوي. بص يا برجل دي هزا الشخص. يا اما شايفك زي ما قلت لت حد اعلى منه. ومش هيقدر انه يخش معه في علاقة. يا اما شايفك شخص سوي قوي نفسيا سوي نفسيا وهو مش مستعد للدخول في العلاقة دي. حاجة من اللي تاني. لانه شايفك مستقر. مستقر جدا. وعارف انت عايز ايه? يعني انت داخل للعلاقة مساء الخير انا عايز يحب. هو بيداخل يقول مساء الخير انا عايز اجرب. ده الفرق. فلو هزا الشخص بيعمل معك حركات اف اون. اه فهو مش مستقر لنفسيا. مش مش سوي نفسيا بقى لا مش مستقر لنفسيا. ممكن يكون خارج من تجربة سابقة مأسرة على نفسيته جدا. فمش عارف انه يدخل او يدخل معك هزير علاقة. وطبعا انت مش فهمه. فبتحكم عليه احكام غلط. هو شاعر بالتجاج بمشاعر اه. بس هو مش هيقدر يخش في العلاقة دي. مش قادر. او ممكن يظهر لك بانه هيخش في العلاقة. لكنه على فكرة من جواه هو مش سوي. لانه من جواه بص الفايف اف وات. من جواه هو متلغبط. مش عارف هو بيحبك ولا بيكرهك. وممكن يكون الشخص ده انا ممكن يكون هزا شخص مرتبط او في علاقة تانية. هل هزا الشخص مرتبط او في علاقة تانية? هو كان في علاقة. وتركها خلاص. ومازلت على فكرة العلاقة دي مؤثر عليه. خلي بالك بقى. عشان كده هو مش عارف يقرر هو عايزك ولا لا. هو خايف من التجربة. هو خايف يخش في علاقة تانية. يخسر تمن كبيات زي ما اخسرهم قبل كده. كان في علاقة مستقرة جدا. ولكن هو خسر تمن كبيات. خسر حاجات في العلاقة دي كتير. عشان كده هو خايف. بس هو بيحبك. بس هو اعتقد التجربة السابقة بتاعته. علمته انه يفكر مليون مرة قبل ما يتقدم في اي شيء. عشان كده هو قاعد لوحده ما ليحسب. وانا رايح فين وجاي منين. شاستي بيحبني ولا بيكره. بس. هيكمل لو مش هيكمل. هيسيبني زي اللي فات ولا لا. فانت بتحكم عليه احكام قاسية قوي. واحكام مش في محله. خالص. هو لا بيكرهك ولا هو عايز لك حاجة واشة ولا هو بيتسأل. هو شخص خارج من تجربة سابقة. مؤلمة مثلا. او سايب وراء تجربة يعني بكل ما فيها. وعايز يبقى لوحده. هو عايز يبقى لوحده على فكرة شوية. حتى هو شايف العلاقة ايه شايفها ذا فول شايفها بداية حلو قوي. يش بقول لك شخص ده عايز يخش بس هو خايف. شايف العلاقة دي بداية حلو قوي قوي. ده فول. البداية اللي هو كمان كان بيابحث عنها. وشايفك شخص مستقر. الشخص اللي هو كان يتمناه. لكن هو داخليا تعبان نفسيا من التفكير. الفايف اف واند. تعبان. وده هيرمت مع الفايف اف واند شبه بعض جدا. هو شخص مش مستقر. ويفكر مليون مرة. بس هو في الفترة دي هيظهر لك خلي بالك. عشان بس ايه بقى تبقى فاهم. هو الفايف اف واند. هل بالك هو متلغبط جواه. بس هيظهر لك انه ذا لفرز. هيظهر لك انه بيحبك. عارف ليه؟ عشان يرديك. عشان هو شاعر بان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه. انت شاعر بانك انت عايزه. انت بتحبه قوي. انت بتحبه على الفكرة. وشاعر بان هو دي يعني انت عايز تكمل معاه. ممكن يكون هذا شخص يديه طاقته. وهو زعلان هو تعبان على فكرة نفسية. شخص تعبان نفسيا جدا. انت بقى عايز تخش العلاقة على طول. اللي هو انا هتجاوزك دلوقتي. خلي بالك يا جماعة احنا غير للطرف التاني. فيه نقطة تانية انا اكتشفتها يعني جديد. وانت داخل اي علاقة انت ممكن تكون خارج من علاقة من ثلاث يام مهماكش. مهماكش. وعايز تبني علاقة ثانية. ممكن تتجاوز تاني يوم عادي. فيه ناس بتتم تصحط تبقى ناسية لعلاقة اللي فاتت. فيه ناس تانية قولك لا. ده درس ونازم نتعلمه واحد اتنين ثلاثة. وليق نفسه مش عارف يحبه. مش عشان مش عارف ينسى. مش عارف يجرب مش عارف يخش حاجة دي ده. هو هيظهر لك بانه بيحبك. زي ما انت بتظهر له. لان هو مش عايز يكسر بخطرك على فكرة. وعارف ان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه. انت ممكن تكون بتشجعه على ان يخش معاك ولازم تنسى ولازم تعمل. بس هو بيحبك. وهيظهر لك ان هو بيحبك وعايزك. بس خلي بالك. هذا الشخص مش سوي نفسيا. يعني مهما قالك خلي بالك بس عشان ميقولكش بحبك. وممكن تكون هزي الكلمة هو قالها من مشاعر تلقائية. حسها اتجاهك. لكن هو في الحقيقة هو لسه محبكش. وفي فعلها لسه محبكش. خالص. يعني هو مشاعر فقط اعجاب. معجب باهتمامك. بكلامك معايا لكن هو كحب حب. لا. متأكد من مشاعره ليك برضو لا. عشان مكذبش عليك. يعني هو هيفضل معاك. وهيزيلك المشاعر الحلوة دي. بس هو داخليا هو تعبان. تعبانه بيفكر مليون مرة. الافضل يا برج الجدي انك ما تغسبش على هذا الشخص. هو هيفضل هو هي هي هيحسزك بانه خلاص بقى بتاعك. وهيكلمك وهيتمي بيك وهيخرج معاك وهيجب لك هداية كأنك كأنك ارتبط. بس هو داخليا مش سوي. ومازال عنده لغبطة مشاعر من العلاقات السابقة. فخلي بالك من النقطة دي قوي قوي يعني. مشكلتنا ان احنا بندخل العلاقات ومفكرينها هتمشي بقى ايه واحد اتنين تلاتة لا. في مفاجأة. في علاقات بتمشي خمسة تلاتة اتنين واحد وبعدين ترجع بقى تمشي واحد اتنين تلاتة. يعني مش كل العلاقات لازم تتاخد سلمة سلمة. خالص. ممكن تبدأ من السبعة بعدين تخش على التانية وبعدين. هو شخص ده كده. الشخص ده عايز يترتب الاول وبعد كده يمشي معاك واحد اتنين تلاتة رسعة. يمكن هو هيدي لنفسه فرصة ان يخش معاك العلاقات دي. بس من غير مشاعر. هيخش معاك كايب ام. كايب. مش هيكون بيتسلق. خالص. هو هيخش معاك يشوف الاول. هل هو قادر على انه يستقبل حب ولا لا. لان هو شايفك ان انت تجربة عظيمة جدا هو لازم يدخلها. دي بداية حلوة. هو مشغول جدا في شغله على فكرة وعنده كمان انجازات هو بينجزها يعني في حياته. طب خلينا نشوف كده طيب برضو يعني هتأكد لك برضو من النقطة دي. هل هو مستعد بالفعل ان يخش معاك في علاقة حقيقية او يتمنى ان يخش معاك في هذه العلاقة. اه عنده. بس ايه بقى? بص برضو بيج حاجة صغير. اه هو عايز يخش بس تاتا 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 تاتا. انا هدخل معاك في العلاقة وهسمى الله ويا عم هسيبني من الماضي ورمي اللي ورايا بس بالراحة. بالراحة خالصة شخص. خدوا على الهداوة. يعني ابدأ العلاقة كصداقة الاول. ودي نصحتي. اه خش العلاقة الاول كصداقة. ازاي تعمل ايه? وما تتمش قوي قوي ولا تبعد قوي. خلي في مسافة. اه خروجة مسلا كل اسبوع مش كل يوم مش كل يوم. اه ما تزهرش مشاعرك قوي. عموما في اي علاقة. سواء كانت علاقة عاطفية حقيقية. ام علاقة جديدة. ما تزهرش مشاعركوا مرة واحدة جماعة. لان ده بيخلي الطرف اللي قدامكم. اه يتخد. هو اشخاص ده مخضوض منك. انت دخلت مرة واحدة بص. انا مثال خير انا عايز اتجوز. او مثال خير انا بحبك. فهو اتخد منك. هو خارج من تجربة صعبة ومؤلمة. فبالتالي لسه ما تشافهاش. فليه ما نخليش الشخص ده تشاف على ادينا وفي نفس الوقت? نكون برج العزراء ان كان هناك شخص قادم. هل هناك شخص قادم? مين هو الشخص القادم ده? اه الشخص القادم اه هو شخص من الماضي. ده بين جدا يعني. اه اه ممكن يكون بقلك فترة كبيرة جدا ما بتتكلموش. اه ممكن كمان يكون الشخص ده تسافر وسابك او تزوج مثلا. اه اللي بيميزه اه ممكن تكون انت كنت مستنيه بقلك فترة او ان هذا الشخص اه زي ستار شخص مشهور جدا حواليه معجبين اه او امور قوي 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 بس اعتقد ان هذا الشخص انت كنت مستنيه مستنيه برج الجزي ممكن تكون يعني كنت بتحلم به كمان. سوى شخص من الماضي اه. اه انت هذا الشخص اه من الماضي بالفعل اه. اه طب خلي بقلك بقى يا برج الجزي جاد يركز معي بس. هتميزه ازاي اه شخص ده متكبر اوي اوي. وامتكبر للابع لحد. وشايف نفسه وبيشوف نفسه على قدامه. ودايما عنده نقطة دي بص تلات كروت يعني نطاف جدا. اه هو شخص بيحب يهزم اللي قدامه هو واخد مقلب في روحه زي ما نقول او ممكن يكون هو شخصيته كده. او عمله من خلي كده ممكن يكون ممثل كاتب حد اه مشهور على السوشيال ميديا فهو شايف نفسه ان هو امور وجزات جدا. اه لكن خلينا شوف لك طيب اه مشاعره ايه هز الشخص? انت بيحبك? هو بيحبك. اه بس هو عنده تلات عيوب. شايف نفسه شوية وبيعمل حركات قصيبيانية شوية برضو. اه لكنه اه راجع وندمان. اه راجع ندمان وعايز يبقى معاك علاقة جدية. فما تقلاش منه ولا حاجة بس هو ما اتغيرش. لو انت هتسأل بقى هو اتغير ولا لأ لأ هو ما زال يبداية تلك بلود دي شخصيته. هي شخصيته كده. فيه ناس كتير بتقول لي هو شخص المتكبر بيتغير. انا عايز اقول لكم على حاجة. فيش محد بيتغير. اه اللي بيتغير ده مش بيتغير. هو بيتشافة من حاجة هو حصلت له. خلته يبقى متكبر او عنيد او كده. وبيفهم شخصيته. يبدأ بقى يتصرف عكس الشخصية دي. يعني مثلا انا شخص متكبر. اه بعمل مثلا حركات تكبر مع الطرف اللي معي. ابدأ اعرف انا ليه بيتكبر. وابدأ ان انا اعالج دي. لكن تغير تغير لأ. بيفضل عنده تكبر. لكن هو بيحاول انه ايه تغطاء. اللي هو مثلا ايه. انا انا همشي كده او امشي كده. ايه تكبر كده انا امشي كده. لكن هو بيحبك. وعايز معاك علاقة جدية يعني. كان سابك من فترة كبيرة فهو عايز بكي علاقة جدية.